هو محب للعرب لأنه على ناحية أخرى نجد هجوم على المسلمين هجوم على العرب محاولات لطرد اللاجئين السوريين لكن أردوغان يبدو أنه توقفت راسحة يا أستاذ الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم عربي الرسول صلى الله عليه وسلم عربي من الذي يكره العرب؟ نحن نحب في الله ونبغض في الله هكذا ينبغي أن يكون المسلم المسلم يبغض حتى لو كان عربي إذا كان عدو لله أو إذا كان غير مسلم ويحب الأمريكي إذا كان مسلم ومؤمن ويحب الأوروبي إذا كان مسلم إذا كان مسلم يحب الله عز وجل ورسوله هذا هو مبدأنا في الولاء والبراء هذه عقيدتنا فكونه يحب العرب هذا شيء أساسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي القرآن عربي لغة أهل الجنة العربية فهذا يعني شيء يعني مسلم به أما كون بعض الشواذ يعني عنصريين ويكرهون العرب فهذا في مرض مرض في قلوبهم نسأل الله أن يهديهم أو يريحنا منهم موسيقى 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 موسيقى